عن الـ foreign body inhalation which is a serious pediatric emergency of course. فضالة دكتور موني. شكرا يا دكتور محمد عطم قدمة دي الأول بشكر الدكتور سامح على الـ invitation وشكرا على المؤتمر وطبعا مبسوطة أن أنا وسط أسادتي وزملائي. الحقيقة لما دكتور سامح قال لي الموضوع أنا يعني حسيت أنه هو موضوع common في كتير من الدكاترة الصغيرين مش هيبوريينت بالـ foreign body presentation أو إزاي يدتكت الـ foreign body أو ممكن يمثل الموضوع ده. فلما هنتكلم على الـ foreign body presentation أو الـ foreign body aspiration هنقول إنه هو ده common في الـ pediatric population بيعمل طبعا كملكيشن كتير جدا وليه طبعا الصغيرين بيبقوا vulnerable أكتر علشان بيبقى فيه delay في الـ diagnosis بتاحهم. بنقول إنه هو حوالي في الـ United States في سنة 2007 كان في حوالي 3,700 deaths related to aspiration بتاع الفود أو other object عاملين airway obstruction. وطبعا المortality rate في الصغيرين قلنا بتزيد علشان الـ narrow airways فبتخلي الـ obstruction بيبقى مور سيفير وإماتور في المتورتي في الـ protective mechanism اللي بتحمي الـ airways. الـ type of foreign body عندنا نوعين من الـ foreign body ممكن يحصل لهم aspiration ممكن يبقى organic substance أو in-organic substance. الـ organic substance زي إيه اللي هي nuts والbeens الليب والسوداني دول أكتر حاجة. ويعني الواحد من كتر ما بيشوف بيعايز يمنحهم من البيوت. فاللب والسوداني دول من الحاجات الـ common أو اللي بيحصل لهم aspiration. في حاجات تانية زي إيه؟ زي عظم الفراخ زي حتة food particles كبيرة. دي برضو بتعمل ساحات بيحصل لها aspiration. والـ organic substance المشكلة بتاعتها إنها غير الـ obstruction بتعمل inflammation. إنما حاجات إن-organic زي إيه؟ زي بقى الـ beads والكليبس. Part of toys أو part of stationary. في الولاد الكبار بنلاقي الجزء الصغير بتاع لابست القلم ده common قوي. الحاجات دي ممكن ولاد كبار وما بيخدوش بالهم وهم قاعدين بيلعبوا أو بيذكروا. فممكن تعد asymptomatic لفترة كبيرة لغاية لما يحصل obstruction. ويحصل مشاكل وتبتدي تبقى symptomatic. السمتوم بتاعت الـ foreign body aspiration طبعا بتعتمد على نوعه. قلنا لو organic بيبقى common إن هو يعمل chemical inflammation أكتر. بتعتمد على الـ size بتاعه والlocation في الـ respiratory tract. يعني هو عامل complete obstruction جاي في large airway ولا في small airway. عامل complete obstruction ولا إن complete obstruction. حجمه كبير حجمه صغير. السورفس بتاعه regular ولا irregular يعني دايما لما احنا. ومعايا دكتورة إيمان هتشوف لما بنشوف foreign body. لما بنشوف لباية كاملة بننبسط. غير لما نلاقي قشرة لباية أو سودانية متأشرة. عشان بتبقى صعبة وبتعمل injury للميكوزة. والسوداني بيعد يتفاتفت. لكن اللباية اللي بحلها دي بتبقى إيه حاجة بنفرح لما نلاقيها. يعني مش بنفرح بس قصدي بتبقى أسهل. وطبعا الوقت اللي بتعوده في الـ airways أو في trachypronchial 3. بيأثر طبعا لو قعدت كل ما تقعد وقت أكتر. بيحصل حواليها إيديمة وإنفلاميشن وفيبروزل. ببقى صعبة قوي في الـ procedures بتاعك. دي ستادي على review of study of 168600 foreign body aspirations على حسب اللوكيشن. فلو أن اللارينجا الفورين بادي بيبقى موجود في حوالي 3% في التراكية أو في الكراينة بيبقى 13% بيدخل طبعا على الـ right side. ودائما عارفين بنقول إن الـ right side بتبقى أكتر in line مع التراكية في حوالي 60% وعلى الـ left side 23% وبيلاتر الفورين بادي بيبقى حوالي 2%. بالنسبة للـ symptoms برضو بتعتمد على allocation. يعني لو الفورين بادي في الـ upper airways في اللارينجو تراكيال airways أو في الـ upper airways ده بيعمل upper airway obstruction. بتبقى الـ picture بتاعته acute. بيبقى في stridor, wheezes, dyspnea, hoarseness. هو rare طبعا إن هو يحصل impaction في الـ upper airways. غالبا بينزل لتحت. بس المشكلة إن هو لو حصل للفورين بادي في الـ upper airways بيبقى it's a serious condition. ولازم يبقى الدكتور ياخد باله على طول من الـ condition ده ومن هو serious condition. ممكن يجي فين الفورين بادي ممكن يبقى في اللارج برونكاي. اللارج برونكاي بتعمل بقى الـ typical picture. وده اللي بيبقى common عندنا في الـ right أو في الـ left main bronchus. بيبتجي بـ cuff, wheezing, hemopsis, dyspnea, shortness of press, respiratory distress. وطبعا بالـ examination بلاقي فيه ان الـ air entry بيبقى unequal لو بلاقي فيه diminished air entry على ناحية واحدة. يعني بلاقي السمتوم بتاعته بتبقى على ناحية واحدة. وبرضو لو عملت X-ray بلاقي على ناحية واحدة. في الـ lower airways طبعا لو الـ foreign body صغير ممكن يحصل impaction في الـ lower airways. بس دي بتعمل الـ distress بتاعها بيبقى وليل وممكن تعد asymptomatic لفترة كبيرة لأن هي في حتة بعيدة وعملة local obstruction في حتة بعيدة. طيب ازاي الـ Diagnosis الـ Diagnosis طبعا ده مشكلة كبيرة قوي. لو ما فيش history يعني لو الأهالي أو الأهل ما خدوش بالهم من الـ يبقى المشكلة هتبقى أكبر وهيبقى في مشكلة في الـ Diagnosis. لقوا إن فيه Diagnosis criteria بتعتمد إن أنا ألاقي اتنين من ثلاثة criteria لو لقيتهم فده بـ Diagnosis الـ witness طبعا أهم حاجة الـ witness Shocking episodes إن هما الأهل شافوه هو بيشرق. تاني حاجة Focal hyperinflation أو Leicocytosis أكتر من 10,000. قالوا إن هما لو لقينا اتنين من الثلاثة criteria دي in favor of foreign body aspiration. في another study عمل ويعتمد على parameters ثانية زي العيان قالوا إنه بيحصل من 10 إلى 24 شهر بس طبعا بنلاقيهم في سن أكبر أو أصغر ممكن يبقى فيه history of presence of object في الـ patient mouse يعني الطفل كان بيلعب بحاجة وبعد كده جالوا severe respiratory symptoms بعد كده الساين بتاعة الرائدر والدسنيا والهايبوكسيا في الأول والإجزامنشن بتاع العيان بلاقي فيه abnormal أو umulatural breathing sound على نحية واحدة والإكس ري أو الأشعات بتاعته بلاقيها فيها abnormal tracheal radiogram وبلاقي فيه signs على chest x-ray زي الـ hyperinflation أو الـ أو فعلى حسب الكريتيريا دي ممكن أدياجنوز لكن طبعا أكتر حاجة هي في الـ diagnosis اللي هي الـ بس مع الأسف مش كل الأهالي بياخدوا بالهم طيب إزاي أحاول أمنع foreign body expression هي طبعا ما لهاش حال غير إن الأهالي ياخدوا بالهم من ولادهم هي ملهاش حال بس يعني في 2010 الـ American Academy of Pediatrics published a position paper على prevention of foreign body وقالت كذا كريتيريا إن أنا أعمل أريز الأويرنس تاعة الـ parent والكيرجيفر إن أنا أسوبرفايز للشيلدين وكريات أسيف تاني حاجة أعمل legalization وإنفورسن للرجلاشن اللي هي بتمنع الـ 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 أنها تتبيع للأطفال وأتشينج الدزاين بتاع الـ البرودكت الـ علشان أقلر بتاع الحل طيب حصل foreign body how to manage أول حاجة في management البرونكوسبي once I suspect foreign body يبقى لازم أعمل برونكوسبي ما لهاش حل تاني ما فيش management تاني للـ foreign body يعني مش هتديله antibiotic مش هتديله برونكو دايليتور مش هتديله أي حاجة لازم أريموف هو دي حاجة أكيوت دخل foreign body في الـ لازم أشيله فالبرونكوسبي should be performed once I suspect foreign body Aspiration طيب بتبقى الدائلمة عندنا ريجد برونكوسبي ولا برونكوسبي الحمد لله دلوقتي بقنا عندنا في أبوريش بنشتغل الاتنين إحنا كبادياتريشن غير الكارديوسوراسيك فدي الحمد لله بقت موجودة عندنا كنا في الأول بنعتمد على برونكوسبي فإن أنا أعمل بها Manipulation وأقدر أشيل الـ foreign body بس بيحصل وهواريكو في الحالات لكن once إن أنا أدياجنوز الـ foreign body إن أنا لازم إنتردوس الـ rigid broncoscope علشان أعمل ريموفل فالغاية دلوقتي ما فيش agreement أوي بالنسبة للأطفال ها rigid أو flexible بس بتقول إن الـ rigid أحسن أو إن أنا لازم الـ better practice إن أنا أكمبين الـ rigid مع الـ flexible broncoscope إن أنا بعمل الـ الـ بعمل الـ ريموفل بالـ rigid broncoscope التاسك فورس بتاعت الـ ERS والـ ATS بوس ريكماند الـ rigid broncoscope بس فيه ستادس تانية بتتكلم على الـ flexible broncoscope as a method of removal دي صورتين واحدة للـ flexible broncoscope واحدة للـ rigid broncoscope بالـ tools بتاعت الـ rigid broncoscope اللي بنعتمد عليها هنبتدي بقى في يعني في الحالات أنا جايبة بس تلات حالات من اللي عندنا طبعا إحنا عندنا كتير قوي بس نشوف أول حالة دي جانا دي بنت عندها سنة جالها بس ما كانش فيه ويتنس للـ aspiration يعني الأم ما شافتش إن هي شرقت في حاجة بس يعني ما شافتش حاجة بتبلحها بس بتقول إن هي كانت بتلعب ومرة واحدة شرقت وحصل لها aspiration على الـ history ده دخلت مع الكارديوسوراسيك وعملت rigid broncoscope بس ما لقوش أي foreign body والبنت بعدها تعبت ودخلت post operative ICU وكانت ventilated وما بتحسنش يعني البنت ما بتتحسنش يبتدى يحصل worsening للcondition والـ manifestation أو الأشعة كلها كانت localizing على الـ right side بصراحة لما قالونا عليها في الأشعة في الـ ICU وقلنا طب نبديها a second look by flexible broncoscope ونشوف يمكن نلاقي حاجة لما عملنا second look look by flexible broncoscope دي الأشعة بتاعتها الأول عملنا a second look by flexible broncoscope لقينا في foreign body موجود ما كناش عارفين ايه الـ nature بتاعه وintroduce rigid broncoscope وشلناه أنا هوريكم ده المنظر واحنا داخلين بالـ rigid broncoscope احنا شايفين حاجة السيلفر دي احنا ما كناش يعارفين ايه يعني انا قدت اقولهم دي ممكن تبقى حتة فويل يعني قلت البنت اخدت piece of foil حاجة السيلفر اللي جوه دي احنا مش عارفين هي ايه الحاجة السيلفر اللي جوه دي قلنا فويل قلنا ايه وفي الآخر طلعناها طلعت حتة قماشة حتة قماشة اللي بنت اخدتها من الأرض وعملت complete blockage فدي الحمد لله يعني we saved it وتشالت من على الventilator وبقت completely normal تاني حالة دي كانت صعبة قوي بصراحة ده كان ولد عنده ست سنين حصل له foreign body aspiration يعني هي بالام قالت ان هو كان بياكل لب وشرق فدخل على طول مع الكارديوس راسك عمل rigid bronchoscope عمله مرتين ملقوش foreign body بعد كده الpatient arrested منهم في second bronchoscope وتحط على high setting mechanical ventilation وما كانش بيتحسن خالص والcondition بتاعه كان بياسوق والsetting بتاعته كانت عالية جدا والعيان hypoxic فلدرجة ان احنا دكتورة في الرعاية قالت لي طب نديله يعني هي بست بالflexible عندها في الرعاية تراهبة وقالت لي انا شايفة حاسة ان في حاجة جوة في ال airways و بس كانت المشكلة ان العيان very unstable مش قادرين نعمله حاجة مش قادرين حتى ننقله للاوبرايشن بتاعتنا عشان نعمله البروسيدير فاخدنا permission من مديرة المستشفى ونقلنا له كل التولز بتاعتنا وروحنا اشتغلنا في الرعاية كان بصراحة صعب جدا في شغله لانه والعيان كان كان دي ساتوريتد كان على هاي سيتن جدا وكان الساتوريشن بتاعه كنا بنشتغل والايت بيشنت الساتوريشن بتاعه كان خمسين او ستين كنا قلقانين بس هي كانت اللاست تشانس بتاعه ما كانش له حل تاني هو كان لو سبناه هيموت هيموت فقلنا نتديره بتاعته دي اشاعاته ما كانش فيها اي حاجة والكارديوثوراسيك مرتين ملقاش الفورين بودي احنا لما دخلنا بالأول بالتيوب طبعا معلش ده احنا ما عرفناش نصور الريجد بتاعه علشان هو كان هو مش بيشغل الفيديو ليه هو في فيديو احنا دخلنا من الانتو تركيال تيوب الأول عشان نشوف فيه ايه اوكي لما نخلص ونوصل هنبص نلاقي منظر الميكوزة كان وفيري انهالسي احنا لسه في التيوب اول ما نخلص التيوب طبعا احنا بنعرف التيوب من الخط اللبني اول ما نخلص وندخل على الإيرويز هنا هنلاقي الإيرويز كلها دي ستورتي طبعا عامل ريجد برونكوسبي مرتين اوه عنده مشكلة في الفيديو طيب انا مشهولكو شوية عشان الوقت اوكي تمام هنا هنلاقي المنظر ان فيه اوبستركشن في الرايت وفي الليفت من برونكاي ده طبعا حوالما سنعمله بالريجد عملناه بس قاعد معنا كذا ترايل عقبال ما نفع عملناه حوالي ثلاثة ترايلز بس الحمد لله اتشال الفورين بودي اللي هو كان لبة متفتفتة على النحيتين في الرايت وفي الليفت وكان لايف سيفينج ما كناش عارفين هيبقى فيه انسلت حصل نيرولوجيكال ولا لأ من الهايبوكسيا اللي حصلت للعيان طبعا بس الحمد لله العيان خرج كومبليتلي نورمل وده يعني حاجة جميلة جدا انا فاكره اول ما بعثوا لي الفيديو بتاعه دكتورة راشا جمال هي اللي بعثته لي ان العيان فاق وبيتكلم في الرعاية فكنا فرحانين جدا ان احنا ويسيف دي العيان ده اخر عيان معلش اطول عليكو ده لسه عاملينه الاسبوع اللي فات الاربع اللي فات ده عيان اسمه مينا عنده حداشر سنة بس الولد عنده سيفير فاليا لتو سرايف هو ستة كيلو الام شافت الفورين بودي اسبريشن بتاعه وهو بيبلح حاجة من الارض وحصل سينوزيس وكوفينج بعد كده العيان اتحط على ميكانيكال فنتليشن اتنقل لمستشفى تقريبا الجلاء التعليمي انا اسكلمتني الدكتورة من المستشفى الجلاء التعليمي وقالتلي ان هو العيان عندهم على ميكانيكال بنتليشن وهما طبعا ما عندهوش فاسيليتز ما عندهمش اي فاسيليتز للبرونكوسكوب فبصراحة يعني قلت لها تجبه لنا وهو كان حظه كويس ان هي كلمتني يوم الثلاث واحنا الليستة بتاعتنا يوم الاربع فجابته على طول تاني يوم عملنا له فليكسيبل برونكوسكوبي لقينا الفورين بودي كان موجود في اللورة التراكية كانت المشكلة بتاعتنا ان العيان حجمه صغير جدا مش معدي الارويز مش معدية بتاعنا اللي هو تلاتة ونص ميلي مش معدي خالص عشان الارويز بتاعته صغيرة فالحقيقة عملنا كزا ترايل ومعرفناش خالص ندخل اللي بتاع ريجي برونكوسكوب فاضطرنا ان احنا نشتغل بالفليكسيبل برونكوسكوب بالطولز بتاعتنا اللي افيلابل هنا طبعا باين هو عنده فورين بودي تيبيكال موجود في الرايت سايد ولما دخلنا كان عند اول الكراينا واشتغلنا بالفليكسيبل برونكوسكوب بيبقى صعب يعني ممكن دلوقتي لما هتشوفوا الفيديو هتحسوا ان هو حاجة سهلة لكن احنا علشان نعمل الترايل دي هنكون قعدنا فيها ساعتين عشان نعرف نوصل هو هي قشرة اللباية موجودة عند الكراينا محطوطة بالعرض عشان نعرف نوصل لها لان التولز بتبقى صعبة فاحنا قعدنا فيها فعلا ساعتين حتى الادان هيشتغل بالوقتي عشان العصر الدن علينا واحنا شغالين ده اسمه دورميا باسكت احنا بنحاول ندخل به من جنب الفورين بودي وبنفتحه وبنخرج وهو مفتوح ونحاول نلفه شوية عشان نحاول نخلي الفورين بودي يدخل جواه فهي دي دي الفكرة ان هو الفورين بودي كان امبتد عشان هو قشرة في الوولز فكان صعب جداً فهو الحمد لله جي معنا بس اول موص بعد 2 اوارز اول بس ما يدخل معنا ونقدر نحركه بنخرج بكل الاسكوب عشان هو طبعا مش هيخرج مش هيعدي في اليوم من تاع الاسكوب وطبعا العيان ده ما بقولوكو الادان اشتغل علينا هنا في العصر واحنا شغالين في المنظر ده من كتر ما قاعد ده اشتغلناه بالضبط الاربع اللي هو مش مبارح الاربع اللي قابله ويمكن كان حظه ان انا كنت لسه مقابلة دكتورة بتاعت مستشفى الجلاء ونتكلم على المناظير فهي عارفت بالصوت فغير كده ما كانش يعرف كان زمان الاعيان لسه بيليف ما كانش عارف ما كانش عارف حاجه ما كانش عندهم فكرة خالص وما ممكن يعملوا ايه مستشفى الجلاء التعليم بس خلاص احنا اول ما مسكناه هنا خلاص كده يعني الحمد لله بنبتجي بقى نخرج به وهو خلاص هو من ساعة ما رجح هو تشال من على الفنتليتور يعني هو خارج من عندنا خارج من غير الفنتليتور ولا اي حاجة خالص ما تيش مشكلة رجع المستشفى بتاعته كويس وخرج الحمد لله وده طبعا التيم بتاعي اللي انا بشتغل معي على طول ومبسوطة ان انا معاهم على طول والنيو جنريشن اللي على طول موجودين معانا بتادوا يبقوا موجودين وثانكيو